إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد عدنا إليكم بعد الفاصل لحديث جديد ماتع بإذن الله عز وجل المفيد مع سعادة الدكتور معن بن أيمن الطباع طبيب تجميل الأسنان والحديث عن زراعة الأسنان مرحبا دكتور أهلا وسهلا فيك الله يعطيك العافية زيارة طبيب الأسنان دائما زيارة محببة وليس رأيك دكتور؟ ولأنا نرى مرعبة ولكن نتمنى تكون محببة نحاول نلاطفك ولأ دكتور ترى الجميع نحن متفقين على شيء مخالف لهذه الله المستعان دكتور الحديث معكم وأنتم متخصصون في زراعة الأسنان وأنتم من الأطباء المتفوقون ما شاء الله تبارك الله في مسيرتكم العلمية والعملية دكتور ما هي عملية زراعة الأسنان؟ والمشوة والعصاب والكذا لكن زراعة الأسنان ما معنى زراعة الأسنان؟ زراعة الأسنان طيب لما أنت قلت لي هلأ خلع الأسنان طيب نحن أول شيء السن ما قدرنا نحافظ عليه بسبب فقط من تسوس أو من أي شيء كان السبب فنحن نضطر نشيله لهذا السن ونحط مكانه زرعة هي بتكون من المعدن تيتانيوم يعني طبعا المادة تغرز في العظم ونركب عليها السن البديل للسن الأصلي ممتاز دكتور هل الزراعة هي الخيار الأول دائما أم أن هناك خيارات قبل طبعا هو في خيارات دائما نحن بنعطي كل الخيارات للمرضى اللي بتجينا من جسر سابت هذه الزراعة دكتور هذه الزراعة بالضبط اللي اتلاك عليها بتغرز في العظم وتركب عليها السن المشابه للأسنان الطبيعية وطبعا نتجتها جميلة جدا طبعا هذا الخيار الأول على فكرة اللي توصله للطب بديل للأسنان الجسر السابت الجسر السابت اللي نحن بنضطر نبرد من السن اللي قبله والسن اللي بعده صحيح يعني اللي عنده حساسية منه أو شيء منكون أخذنا الاحتياطات قبل طبعا قبل أي شيء جميل دكتور إذن في حال السن المخلوع مثلا أو المفقود لأي عارض هل ذكرت لي أن الزراعة هي الخيارة الأول هي الخيارة الأول لأنه أنت بتحافظ على الأسنان المجاورة وبتضمن أنه أنت بسعى متعود سن واحد في المكان المطلوب فيه أوقات مثل ما شفنا قبل شيء بالفيديو هو من أن نعود أسنان كاملة واحد عنده بدلة متحركة زعجته في جميل أنا أشوف البس المقطع من قليل ممتاز الزراعة دكتور عفوا يعني الآن لاحظت أن الزراعة هذه على الجنب ممكن الجانب اليسار ممكن تكون الزراعة مثلا في الوسط في كل الأسنان في كل الأسنان في الأمامية أو الخلفية طبعا نحن بنراعي الشكل الجمالي لازم ما يبان طبعا شيء من الزراعة اللونها مثل ما نكشف الفضي لازم ما تبان دكتور أنتوا تراعون الشكل الجمالي وتراعون الشكل الجانب الصحي لكن يبدو جانب الألم هذا بالنسبة لكم الله يعطيك العافية الله يعطيك بخصوص الألم نحن نخدر مكان الشغل الذي نعمله و أحلى شيء بالزرعة أنه أنت لا تضطر تخدر كامل الجهة التي تبدأت تعملها مثل لما نبرد من الأسنان و نعمل جسر ثابت في هذا المكان نضطر نخدر المكان كامل الزرعة أنت بس تخدر مكان الشغل الذي تبدأت تعمله و هذا الشيء أخف ألم و أخف أبرة البنزل جميل جميل دكتور هل هناك موانع لإجراء الزراعة مثلا نصل إلى مرحلة نقول لك لا أنت ما ينفع لك الزراعة لأنك مثلا مريض بكذا أو كبير في السن صغير في السن ما الموانع دكتور؟ بالضبط أول شيء السن ما بيحكم طبعا هو اللي بيحكم الصحة طبعا و شو الأدوية اللي بتاخدها إذا أنت عندك سكري بس مش كنترول اللي هو يعني معنك منتظم فيه مثلا هي تعتبر من الموانع لأنه أي شيء بيأثر على ثبات الزرعة في العظم هو هذا اللي لازم إحنا ننتبه منه يعني مثلا الإخوة مرضى السكر مثلا تراكم يكم مثلا نقوله خلاص ما في زراعة فوق الميتين نحن بشكل عام بأي شيء في الأسنان مو بس في الزراعة فوق الميتين فوق الميتين إذا صور أثناء الزراعة أقصد؟ بشكل عام بشكل عام بكل الأسنان أي شيء فوق الميتين أصلا بتتعب الأسنان بتتخلخل الأسنان إذا أنت ماناك منتظم فيها طبعا الانتظام فيها بيطابع مع الدكتور الفيسيشن تابعه الدكتور البشري يعني نحن نتابع معه بعمل التحاليل نتأكد أنه كل شيء تمام وقتها نعم نشتغل أي إجراء بغض النظر هي الزرعة أو لشيء جميل وطبعا التدخين بيأثر الدراسات أثبت الحديثة أنه لا التدخين له علاقة كبيرة جدا في علاقة اللسة مع الأسنان علاقة الزرعة مع العظم كل هاي أشياء بتأثر يعني طبعا دكتور أحيانا يعني نرى في وسائل التواصل مثلا وفي أساليب الدعايات الموجودة الآن الانفجار يعني معلوماتي في الجانب هذا يعني كلام ما أعرف حقيقة عن مصداقيته مثلا يقول الآن بإمكانك تخلع وتزرع في جلسة واحدة هل هذا معقول دكتور؟ هو معقول بس ممكن للحالات نحن أو الشيء هذا اللي توصله من الطب الحديث بشكل عام من الأشياء اللي توصلها هو هذا الشيء أنه نحن نخلع السن بنفس المكان نضحط الزرعة بس مو أي أحد فينه يعملها لأنه أنت لازم تراعي كمية العظم الباقية بعد ما تخلع السن لأنه سبات الزرعة في كمية العظم اللي موجودة فأنت بدك تضمن أن العظم كافي لحتى يسبت هاي الزرعة فنحن منضطر بعض أحيان نضيف عظم أثناء الزرعة والتركيبها نضيف عظم للمكان عشان نضمن سباتها في نفس المكان إذن إذا قلنا دكتور أن الحالة الأولى هي إمكانية الزراع الخلع والزراع في نفس الوقت الحال الثاني أو الطبيعي؟ الطبيعي أنه نحط الزرعة ونستنى من ثلاثة إلى ستة شهور الزرعة تقصد المعرفة من سلمية البرغي هذا؟ المسمار المعدني المسمار المعدني نحطه في عظم الفك ونستنى من ثلاثة إلى ستة شهور عشان يلتحم العظم مية بالمية في هذا المكان عشان نقدر عفوا دكتور هل يدخل بالدوران هو مثلا أو لا؟ هو يدخل بالدوران بالضبط هو مثل أي مسمار نحنا من ركبه نحنا الإجراء اللي بنعمله إحنا من بعد اللسه نفتح اللسه هذا اسمه العمل الجراحي جميل نحنا من بعد اللسه مشان نقدر نشوف العظم محل ما بنحط المسمار المعدني ونغرزه في العظم بطريقة بتكنولوجيا متطورة جدا طبعا ممتاز وبعدين منرجع اللسه مثل ما كانت منقفلها منتركها على هذا الوضع من ثلاثة إلى ستة شهور بعد من ثلاثة إلى ستة شهور نرجع منركب الدعامة والسن فوقها مثل ما نكشاف الأقصام هاي القسم الأول هذا الزرع قابل ثلاثة أشهر تمام جميل بعد ثلاثة أشهر تأكدنا أن العظم التأم بالزرع بالضبط نركب الجزء الذي في الأعلى هذا الدعامة اسمه هذه اسمه الدعامة هي اسمه الدعامة اللي حيركب عليها السن اللي احنا منصنع ممتاز تمام الدعامة هذه الثور والجزء المعدني هل هي أنواع ونوع واحد؟ هي أنواع في منها فيبر في منها تيتانيوم بس التيتانيوم أثبت بالدراسات كلها أنه هو أفضل شيء بالسوق وأحسن شيء طيب الجزء الأعلى دكتور اللي هو يكون مشاهد للمريض أنا أسمع مثلا عن أنواع مثلا زيليكون زيليكون أو بورسليم أو بورسليم بالضبط ما الفرق بينهما دكتور؟ الفرق بالشفافية الفرق بالقوة المتانة طبعا كل حالة بتختلف كل شخص بيأتي هو شو بيحتاج مثلا عملنا زرعاء في الأسنان الأمامية نحتاج الشكل الجمالي الشفافية اللي بتناسب أسنانه الموجودة فبنعمل له مثلا السيراميك مشان نعطي الشكل الموجود في الأسنان بالنسبة للأدراس نحن الأدراس محتاجين القوة والمتانة لأنه سياكل عليها فبنعمل الزيركونيون الزيركونيون أثبت من الدراسات الحديثة أنه هو أفضل شيء وأقوى شيء بالنسبة للأدراس هو أغلى شيء دكتور هذه بتختلف طبعا من معمل لماعمل أكيد ممتاز دكتور القضية الأكثر حساسية في الموضوع الآن هل هو العظم والالتئام مثلا أو نوعية المعدن أو نوعية السن والتلفاء فين القضية الأكثر أهمية في الزراعة الأسنان أهم شيء علاقة العظم بالزرعة لأن في السن الطبيعي السن الطبيعي يمسك نسميها نحن الأوتاد اللي ماسكة في العظم الأربطة يعني الأربطة اللسوية في الزرعة ما في أربطة اللسوية في زرعة مع عظم بشكل مباشر على طول فهون سباته هو نجاحها وطبعا نجاحها فوال عشر سنين أنا كنت أسأل عن موضوع العشر سنين يعني موضوع الضمان يا دكتور الضمان إلى الأبد للأبد ما في شيء اسمه للأبد نحن مو ضامنين حالنا للأبد يعني أكيد ففكرة أنه التيتانيوم هيخرب هو ما بيخرب وما بيصدق فهذا الضمان بيختلف من شخص لشخص بيختلف من شغل الدكتور هو عمل اللي عليه أفل الحواف تمام اشتغل بشكل مناسب المريض اللي بيجينا هو اهتم بتفريش الأسنان عمل اللي عليه التزم بالغسول الفموي التزم بأشياء كثير تجنب يا كل أشياء معينة أو لا كل هاي أشياء بتضمن الضمان للشغل جميل إذن الضمان العشر سنوات على أي جزء من الثلاثة هذه المعدن نفسه على المعدن أيوة طب والش يسمونه الفوق هذا مثلا الفوق هذا السن العمر الافتراضي 15 سنة وفوق بس طبعا هو بعد أحيان ما بيتغير لونه طبعا بس الأسنان أصلا ممكن يتغير لونها يصير أصفر أكتر من شرب القهوة من أشياء فبتلاقي هو لونه بيصير أفتح عن الباقي فهم بيتضطر أن تتغيره إن كان بالشكل الجمالي قدام يعني ممتاز أيوة أو علاقة الأدراس باللثة اللي حواليها إذا صار فيه تراجع باللثة هذا مع تقدم بالعمر بصير كل إنسان هذا الشي طبيعي فتراجع اللثة البسيطة اللي بيصير بيعمل مشاكل في مكان الزرعة أو حتى لو في الأسنان الطبيعية فهم تضطر أنت تعيد التركيبة مشان تغطي هذا المكان بالكامل تعيد فقط تركيبة العليا دكتور بالزبط جميل اللي هو سمت تلبيسة مثلا أيوة تلبيسة الكراون يعني ممتاز دكتور العناية بالسن المزروعة أو الأسنان المزروعة هل هي مثل العناية بالأسنان العادية مثلا نفس الفورشان مثلا نفس نوع المعجون أو لها عناية مختلفة لا هي هي طبعا نفسها أنت لك علاقتك باللثة مع السن اللي نحن عملنا لك يا فوق الزرعة أنت أصلا ما رح تشوفها وما حتبان إلا في الأشعة وطبعا هي الأشعة من الثلاثية الأبعاد أين من الثلاثية الأبعاد هي المطلوبة لأنه نحن نشوف علاقة العظم مع الفك نشوف الأعصاب والأوعية الدموية هي كلها طبعا إجراءات ما قبل الزرعة لازم تتخذ كويس يعني فهذا كل شي بأسير فالشخص له علاقة اللثة بالتركيبة اللي نحن عملناها له فوق فالفرشة بالسوفت اللي هي الناعمة طبعا ومعجون أسنان أي شي فيه الفلورايد هو ممتاز يعني بيكون ممتاز دكتور أصغر عمر ممكن أن يعمل له زراعة أسنان وأكبر عمر أكبر عمر ما له حد هو حسب كمية العظم الموجودة طبعا أصغر عمر لازم من فوق الـ 18 طبعا قضية هشاشة العظام لها علاقة في الموضوع هذا دكتور طبعا لها علاقة في كثير أدوية مثلا بتأثر بهذا الشي وطبعا هنا لازم نحن نتجنب ونشوف كمية العظم لأنه ثبات الزرعة بقوة العظم ممتاز دكتور آخر الأساليب الحديثة في موضوع زراعة الأسنان آخر صيحة كما يقال الترند الآن في تمام اللي بتعرف شو أحلى شي بموضوع بآخر صيحة أنه نحن نحن نغير شي من الأدوات تبعنا أو من التيتانيوم اللي تلك عليها أو من التلبيسة نحن نبسط الموضوع الشخص اللي بيجينا مجرد أنت تقول في زراعة يعني بيقلك في عملية جراحية صح في عملية جراحية فالطبيعي الشخص يخاف لأنه هي مثلا مثل أي عمليات تانية طيب الطب الحديث توصل أنه لأ نحن ليش نعمل عملية جراحية ليش ما نحتى نستخدم تكنولوجية الكمبيوتر اللي وصلنا له ونعمل شي مثل الجي بي اس اللي هو نظام بيحددنا بالزبط نحن الزرعة وان بدنا ياها بالطول المناسب ونحدد نقطة واحدة بدون ما نفتح اللسة ونعمل العملية جراحي أنه نحدد منطقة نزل فيها الزرعة بدون ما نعمل أي عملية جراحية وهذا اللي توصل للطب بدون ما نفتح الشي اسمه فلاب طبعا اللي هي نبعد اللسة ونعمل خياطة وهي الأشياء هي كلها معد فيه بس طبعا مو بكل الحالات الدكتور لازم يشخص هذا الشي بعد الأشياء المطلوبة ويشوف الحالة طبعا كم زرعة يا دكتور ممكن المريض يعملها في نفس الوقت؟ كم زرعة ممكن؟ المجرد نحن طرينا نعمل عملية جراحية وبعدنا لسة نحن معانا المجال بكامل الفاك ممكن يعني من أربعة إلى ستة طبيعي جدا جميل ذا اللي أنا أسألك سؤال حقيقة ليس طبييا تماما لكنه قريب من القضية كثير من ناس الدكتور يتكلمون عن ارتفاع الأسعار في جانب الزراعة مثلا والاستضباب في الأسنان يعني ما الحل في هذه القضية؟ نسمع مثلا عن دول مجاورة أو غير مجاورة تكون أسعار فيها أقل نعم بالضبط يعني أين نقطة التعادل في موضوع هذا؟ نقطة تعرفية مثل أي شيء تاني بالحياة حتى السعر بشامل أنه أنت بكم تكلفة عندما تجيب الزرعة لأن طبعا نحن نشتريها من شركات عالمية نشتريها فهي الشيء يفرق البلد المنشأ لهذه الزرعة إن كان ألماني أو أمريكي أو سويسري ما الأفضل؟ والله الأفضل طبعا الألماني السويسري كل هي أشياء كويسة الكوري كويس وأثبت جدارته بالدراسات الحديثة طبعا الصيني يفضل تجنبه طبعا مو مشان شيء بس لأنه دخلوا جديد بهذا المجال فما في دراسات تثبتنا أنه هو مئة بالمئة كويس فنستنى يعني طبعا مع مرور الوقت شو بيثبت الدراسات؟ جميل، المنتج النهائي مثلا للسن المزروع يعتمد على الطبيب المميز مثلا أو الحالة المرضية أو المعمل مثلا الذي يعني يركب الكراون هذا أو الجزء أو طبعا هو عمل مشترك بين الدكتور وبين المعمل وبين المريض واهتمامه وحماسه بالموضوع يعني الشغل النظيف لازم تعمل فريق طبي كويس من دكاترة حتى بيجتمعوا بحالة بيحكوا فيها من دكتور التقويم مشان نخلق مسافة كافية مشان نحط كم عدد الزرعات من دكتور الجراح من أخصائي اللثة من أخصائي تركيبات كلهم بيشتركوا بالحالة هذا طبيعي جدا المعمل طبعا الواحد لازم يشوف المعمل الجيد اللي يشغله نظيف حتى بغض النظر عن التكلفة المريض يكون هو المريض المهمل طبعا لازم لا تعمل له زراعة لأنه حيضر حاله قبل ما نحن مستفيدين بالنهاية كدكاترة بس المريض مجرد حيضر نفسه بزراعة فيفضل ما نعملها إذا حيهمل موضوعها يعني جبيل دكتور من بداية العملية أو بداية المشروع هذا حتى النهاية كم الوقت الذي يعني الإنسان قد يتعرض فيه مثلا لآلام يضطر أن يأكل مثلا على الجهة غير الجهة الطبيعية يعني الموضوع كله كم شهر أو كم أسبوع طبعا هي بتختلف من شخص لشخص حسب مناعة الجسم شو بتعمل رد فعل معاكس للشي اللي نحن عملنا أي عملية جراحية طبعا الدم حيوصل لهذا المكان في منهم ناس بتورم خدودها بسبب كمية الدم اللي موجودة مشان تأتي لأي بكتيريا ممكن تجي بهذا المكان وفي أسنان يعني ما بيتعرضوا لهذا الشي حسب مناعة الجسم طبعا بتتراوح يعني خلال يومين ثلاثة وفي ناس بتقعد من أسبوع إلى أسبوعين جيد يعني تتكلم عن يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين يعني ما تتكلم عن أشهر دكتور لا لا ما في أشهر بالموضوع إذا في أشهر أنت عرف أنه أنت في مشكلة في الزرعة واحتمال الفشل هيكون كبير إذا وصلت لأشهر يعني مرحة الالتئام هذه هي ليست آلام كلها لا هي مؤلم هي على المسكنات طبعا تأخذها عند اللزوم ما في الدراسات أثبتت ما في داعي للمضاد الحيوي بهاي الفترة إلا طبعا في حالات اللي عنده مشكلة في المناعة أو شي طبعا هي أشياء لازم نوصف فيها للمضاد الحيوي بس أنت بس على المسكنات البسيطة جدا ممكن تهدي المكان وخلاص الانزعاج مكان الجراحة هذا طبيعي جدا مثل أنت عم تخلع درس مثلا فما فيك تأكل عليك تأكل على الجهة الثانية هذا الشي طبيعي بس تتراوح تقريبا لأسبوع يعني أو أسبوعين دكتور متى يقرر الطبيب أن الضرس هذا مثلا يحتاج إلى برد ثم تلبيس بينما الضرس الآخر يحتاج إلى خلع ثم زراع هي على حسب خبرة الدكتور بتشخيصه طبعا ومو غلط الشخص يأخذ رأي أكثر من دكتور مو مجرد الدكتور قاله شي لا يروح ويسأل هذا طبيعي وحقه بتختلف حسب التسوس لأين واصل بتختلف حسب فيه خراج في المكان ولا لا فيه خراجات بتتصلح فيه خراجات عم تزيد الضرار فهي منضطر نشيل السن عشان نوقف الخراج ونصلحه بعدين نعمل زراعة فبتختلف من شخص لشخص موضوع الخراجات الدكتور كيف يمكن التعامل معها؟ دائما بالمضاد الحيوي والعلاج العصب هم بيكون الحل الأمثل لهذا الشي بس مو كافي أنه أنت تعملها وخلاص تنسى الموضوع لازم تتابع مع دكتورك كل ثلاثة شهور إلى ستة شهور تعمل أشعات تطمن أنه الخراج عم يصغر حجمه بهذا المكان أو لا؟ جميل دكتور العمر الافتراضي للتلبيسة أو للزراعة هل هناك فرق بينهما؟ تقريبا هم مقصولين عن طريق الدعامة الموجودة بالفديوهات اللي عم نتشوفها نحن في عنا زرعة لها محاسنها ومساوئوها ولازم نراقبها كويس والعمر الافتراضي فوق العشر سنين التلبيسة هي علاقتها بالدعامة الدعامة بعض الأحيان تتخلخل المسمار اللي بيسبت بين التلبيسة اللي فوق مع زرعة الذي في المنتصف هذا نحن نشده كل فترة في منهم يتخلخلوا بسرعة في منهم من النوع الهي كواليتي بسابت فهو يختلف حسب هذا الشيء كنت أقصده وسؤال آخر نذنتم أحيانا بعض الأسنان لا يوجد فيها زراعة إنما فقط تلبيسة صح والسن الذي بجواره مثلا يعني هو الذي مزروع من الذي أبقى أو أكثر بقاءا؟ طبعا دائما نحن نفضل السن الطبيعي هذا الشيء معروف خلقت الله طبعا ما لها مسيل بس فيه أوقات بيكون السن متهالك بسبب العمر الطويل في الإحمال مثلا فهو منضطر لأنشيل ونحط له البديل بس الدراسات أثبتت أنه إذا السن سليم وعليه تلبيسة وزرعة أثبت أنه العمر افتراضي كلهم بنفس الشيء فوق العشر سنين اللون يا دكتور اختيار اللون اللون أي أحيانا يكون فيه مساومات كده مثلا فالتحليها شوية نزلي كيف تنضبط القضية هذه بسرعة؟ على حسب كم عدد الأسنان المفقودة يعني إذا أنت عندك سن واحد أمامي أنت مضطر تعمله بنفس لون درجة أسنانك الموجودة فيه أوقات الشخص يقول لا طيب أنا عندي مناسبة بيض أسناني طيب لا بيض أسنانك وبعد أن الدرجة التي نوصلها نعمل لون العدسة عليه فيه أوقات أنت بدأت تعمل صفة كاملة تلبيسة سابتة للكل يعني فهون فيه أنه يختار اللون اللي يناسبه طبعا نختارها حسب لون البشرة وحسب الشكل المناسب أحيانا الطبيب دكتور أحيانا الطبيب يأتي بطاقم مثلا أو بكت كده فيه ألوان كتير صحيح طبعا هي هي اللي بنختار فيها الألوان لا يعني هل المريض مثلا يستطيع أن يختار أيضا طبعا طبعا هي لازم ياخد مراية ويتشاور مع الدكتور شو بيناسب لون بشرته شو بيناسب هو شو يفضل طبعا هل الموضة بالأسنان البيضة طبعا جميل بس بضل اللون الأسنان الطبيعية النظيف هو المطلوب جميل هل بقي شيء دكتور في موضوع زراعة الأسنان بخصوص التطورات الجديدة فيه شغلة كمان حلوة لازم يعرفوها الناس أنه صار طول الزرعة مهم يعني مثلا نحنا فيه أوقات منضطر نخلي الشخص يعمل عمليتين جراحيتين مشان نزيد من العظم قبل ما نحط له الزرعة وهذا الشيء أصعب للمريض اللي بيجينا فبصير ممكن يبطل ممكن يخاف فالطب الحديث توصل أنه لأ طول الزرعة نفسه ممكن يكون أقل من 6 ملي حتى لو كان مثلا الجيب الفكي عنده نازل ما بيضطر يعمل عملية يرفع فيها الجيب الفكي لكي يخلق مسافة للزرعة لا نحنا بنعمل زرعة بالحجم الأصير إن كان بالطول ولا بالعرض بصير بنفس سبات وفعالية طول الزرعة العادي وهذا أحلى شيء توصل للطب رائع شكرا لكم دكتور أيمن دكتور معن بن أيمن الطباع طبيب تجميل شكرا لكم شكرا لحسنة استضافة الله يعطيكم العافية شكرا لكم أنتم كنا قبل قليل في عدة الأسنان لكن لم تكن هناك ألام وإنما كان حديثا ماتعا شيقا في الجانب المعرفي لهذا العلم العظيم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل نجباء ليحاور الجمهور في أحوالهم وليسأل العلماء عما شاء فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء منها في الدروب ضياء